إن نزحوا خارج مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي تعرضوا لقصفها وإن أجبروا على البقاء في مناطقهم ماتوا جوعا ومرضا هذا حال اليمنيين بعد سنوات مريرة من جحيم الحرب التي أوقدتها الميليشيات الحوثية بدعم وتخطيط إيراني المشهد المأساوي الأكثر خطورة أصبح في صنعاء حيث يعاني المقيمون فيها الفقر وانتشار الأوبئة والأمراض وانعدام الأمن والابتزاز من قبل ميليشيات الحوثي المسيطرة على المدينة مجاعة تفتك بمن فيها والطعام المقدم من المنظمات الدولية تسطو عليه الميليشيات وتقوم بعرقالة عمل الجهات الإغاثية غياب شرط الأمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني دفع كثيرا من المنظمات الدولية إلى الانسحاب تدريجيا من العمل بمناطق سيطرة ميليشيات الحوثي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي وجه رسالة تحذير للقيادي الحوثي مهدي مشاط ينذره فيها بأن منظمة الغذاء العالمي ستعلق عملها في جميع مناطق سيطرة الحوثيين ولسيما صنعاء في حال لم تستلم المنظمة تعهدات خطية بعدم التعرض لطاقم عملها ورغم التحذيرات الدولية تستمر هذه الميليشيات التابعة لإيران بسرقة المواد الغذائية والاستيلاء على الأدوية المتوفرة بكميات قليلة وتقوم ببيعها بأسعار باهضة لتمويل عملياتها الإرهابية ضد المدنيين أكثر من نصف الشعب اليمني بات في المراحل الحرجة من الخطر أو بئة تفتك ومجاعة تهلك ومدنيون يقتلون ويعتقلون لا بصيص أمل يظهر في الأفق لحل سياسي ينهي هذه الأزمة بسبب تعنت ميليشي الحوثي وإصرارها على تدمير اليمن وتحويله إلى أرض خراب لا تصلح إلا لتمجيد المرشد الإيراني والتغني بإنجازاته التخريبية في المنطقة العربية